مرلي فاتت حدثت عندما حاولت أن أقدم ولو على ضعف مني ولو تصور وما جرى أو إذا شئنا حصاد العام طبعا كثير من الناس يروا الحصاد من أنه ترى يقول لك شوف كم قتل الفلسطينيين وكم قتل لإسرائيل شوف الدمار لداخل غزة وشوف ماذا يحدث في إسرائيل لا شيء تقريبا مقارنة بغزة الأمور لا تقاس بهذه الطريقة إنك لست أمام دولتين جيشين فهذا تقارنه بهذا لا أنت أمام جيش مدجج أحد أقوى جيوش العالم ضمن العشرة الأولى وليس هو فقط يدعمه أقوى جيش في العالم ومن ورائه بعض أقوى جيوش العالم الغربية الأخرى ناهيك عن الدعم الاقتصادي والدعم الإعلامي والدعم الدبلوماسي والدعم السياسي والدعم اللوجيستيكي والدعم الاستخباراتي مقابل قلة من الشباب قلة من الرجال الذين يواجهون صهاينة الأبيب وصهاينة العالم وصهاينة العرب إن ما يقوم به بن سلمان وبن زايد والسيسي والملك عبد الله وعباس لأذكر هؤلاء لأنهم الأكثر تأثيرا في الأحداث لكن كان صهاينة آخرين إنه لا يقل بشعة عما تقوم به الطائرات الصهيونية إنهم يتجسسون عليهم ويسزنون بعض قياداتهم أو بعض أفرادهم ويبلغون عنهم ويقدمون المال لإسرائيل والمعلومات والاستخبارات كلها من صهاينة العرب السعودية تقدم البترول لإسرائيل وتقدم المال وتقدم الدعم وتنشر الترفيه الفجور العظيم والمداخل التي صنعتهم من خابرات السعودية والذين زعموا عندما يواجهون مثلا المتنطعين من الشيعة الذين يسبون الصحابة عليهم رضوان الله جميعا بلا استثناء المداخل الذين ظهروا كأنهم يدافعون عن الصحابة وأمهات المؤمنين في الحقيقة انتهى بهم الأمر للدفاع عن الصهاينة إنهم أشدوا دفاعا اليوم عن الصهاينة من كثير من اليهود إن كثير من اليهود ينتقدون إسرائيل وصلفها وهمجيتها وبربريتها وينتقدونها انتقادا شديدا بينما تجد له لحية قد تصل للركبة يدافع عن الصهاينة يهاجم الذين يدافعون عن أرضهم وعرضهم والذين تحتل أرضهم منذ أكثر من 76 عام إنها أوامر المخابرات السعودية والمصرية والإماراتية وغيرها ولذلك هؤلاء القوم الذين يسمون مداخله وينسبون إلى المدخلية هم ليس فقط خارجين عن الدين الحقيقي عن الإسلام الحقيقي ليس فقط خارجين عنه ويعملون ضده إنما هم أجبن وأقدر وأقبح ما يمكن أن تجد اليوم في المسلمين شخصيا أرى أن هؤلاء أقبح من حكامهم الذين يعطونهم القوامر لأنهم باسم الدين يحاربون حقيقة الدين قلب الدين أولئك الذين يدافعون عن أرضهم ولذلك أحيانا خرجوا بعض الناس من الدين خرجوهم من الدين كفروهم بالدين لأن بعض الناس مسكين ليس لهم علم أو يلتقوا بها أولئك يقول لك هذا هو الإسلام الذي يأمرنا أن نركع ونخضع للحاكم ولو اغتصبك ولو ضربك ولو أفقرك ولو أخضعك ولو نهبك هذا ليس دين نعم هذا ليس الإسلام لا علاقة بالإسلام بهؤلاء هؤلاء ليسوا أكثر من مرتزقة تلبسوا بالدين ولبسوا اللحا وبعضهم لبسوا القميص إذن حقيقة ولذلك عندما ترى بعض الناس خلين نوريكم واحد مثلا اليوم وهو صهيوني إسرائيلي يهودي على الأقل وهذا الفرنسي هذا بطالة الحال البعض يعرفه خاصة أنه كان وزير خارجي يعتقد حتى فترة معينة كان رئيس وزراء إذا ذكرتي جيدة في فرنسا دوفيلبان تشن عليه اليوم الأبواق الصهيونية مثلا في فرنسا هجومات عنيفة جدا من بياشال إلى غيره إلى زمور وغيره يعني لكنه ثابت يدافع برغم أنه يتحفظ وبرغم أنه أحيانا يساوي بين الجلاد والضحية إلا أنه مع ذلك يهاجمونه بشدة ويدافع عن الفلسطينيين ويقول أن هذه الهمجية تتجاوزت كل حدود هذا الفرنسي يقف موقف أكثر من هؤلاء المداخل الذين يقفون العكس تماما وطبعا الآن يضخمون الخصومات مع الشيعة ويجعلونها هي كل شيء نعم هناك خلافات بين السنة والشيعة وأحيانا خلافات جوهرية وهناك ظلم عظيم تعرض له أهل السنة في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن وغيرها من إيران ومن أذر إيران لا شك في ذلك ولا نقاش في ذلك لكن في هذا الوقت العدو يقتل الجميع والذين على قول أحدهما قال لك إذا كانت الخصومة ما بين إيران وإسرائيل مسرحية فإن العلاقة ما بين إسرائيل وصهاينة العرب الذين يحكمون العواصم وسمحوا لي على العبارة هو فيلم إباحي هو فيلم إباحي نعم إيران ارتكبت كثير من الجرائم خاصة في سوريا والعراق وهذا تاريخ ومن يؤمن بالله يعرف أنه سيحاسب على هذه الجرائم العظيمة ولكن لا شك وللإنصاف أيضا ولذلك أنا قلت لما سئلت أكثر من مرة قلت إن حزب الله عندما يقتل في سوريا نقول أنه ميليشيا إجرامية وعندما يدافع عن غزة نقول أنه مقاوم يدافع عن غزة ويدافع عن فلسطين وهاهم الحقيقة أنهم دفعوا كبار قادتهم حسن نصر الله هاشم صفي الدين خليفته ونتنياهو يتبجح بأنه قتل حتى خليفة الخليفة قتلوا عشرات من كبار قادتهم السياسيين والعسكريين وقتلوا وجرحوا الآلاف من عناصر حزب الله الذين ندرهم على ما فعلوا في سوريا والعراق ولكنهم حقيقة عندما يدافعون على أهل غزة ولذلك اليوم كان خصومة كبيرة بين الفلسطينيين أو كثير من الفلسطينيين أحرار فلسطين الذين ينتقدون إخوانهم في سوريا والعراق يقولون لهم نحن نذبح ونحن لا نقبل ما حدث لكم عن طريق إيران وجماعاتها وميليشياتها لكن اليوم الحقيقة قال وهذا هو الإنصاف لأن المشكلة أن الناس علش الإنصاف عزيز علش الإسلام أمر بأن نكون منصفين حتى مع ألد الأعداء لأن هنا تعطيك قوة الحكم وتعطيك عمق الفكرة والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة أو قول الكلمات الحكيمة عندما تكون منصف في هذا الوقت ولذلك هناك أيضا من فتن من جانب آخر بعض الناس بعض السنة فتنوا أقول لك أين المسلمين السنة؟ المسلمين السنة حكامهم صحاينة أغلبيتهم وشعوبهم مقهورة مكسورة مفقرة مجوعة معطلة مدمرة كثيرين منهم قد ينتحرون أو ينتحرون حقا بالمخدرات أو بالمسكرات أو بالغروب أو بالموت أصلا شعوب لا شعوب مسكينة ولكن هذا لا ينفي أن هناك مسئولية على الشعوب أيضا لكن الحقيقة أن اليوم شيعة لبنان هم أكبر من يدفع الثمان مع سنة غزة وسنة فلسطين وليس السيسي وليس بن سلمان وليس بن زايد هؤلاء لا علاقة لهم لا بالسنة ولا بالشيعة هؤلاء صحاينة لكن الإنصاف كما قلنا نودين حزب الله ومن هم على شاكلته وما فعلوه في سوريا والعراق أساسا ولكن عندما يدافعون عن غزة فإن قادة مقاومة غزة يجلونهم ويعترفون بفضلهم ولا يمكن أن نزيد على قادة مقاومة غزة لا أحد له الحق أن يزيد على قادة مقاومة غزة إن مقاومة غزة أثبتت أنها دفعت القادة وأبناء القادة وأطفال القادة ونساء القادة قبل أن يدفع شعب فلسطين وشعب غزة ما يدفع ولذلك هذه النقاط وهذه الخصومات وهذا الصراع يجب أن نضعه في مجاله وأنا في رأيي ولا أزعم أن رأيي هو الحقيقة أو هو الحكم البالغة لكن رأيي أنه عندما قتلوا السوريين والعراقيين بما لم يفعلوا بغير حق كانوا مجرمين وعندما يقفون معه الغزة والفلسطين فإن العقل والمنطق يقول أقل الأشياء ألا يتم مهاجمتهم وهم يدافعون عن المصطدعفين في قزة بطاعة الحال الصهاين العرب لا عندهم لا عقلية لا الشيعة ولا الصحابة ولا أمهات المؤمنين ولا الحسين ولا صهاين العرب يعني هل السيسي من حرض السيسي على ذبح المصري والمصريين السنة من يحرض بن سلمان على اعتقال آلاف سعوديين والسعوديات بما فيهم علماء جلاء والسعوديين سنة في أغلبية العظمى وأغلبية المساجين سنة من حرض بن زايد على ما يفعل بالسنة من حرض جنرالات الجزائر اللي هم المفروض سنة على أنهم ذبحوا 250 ألف من السنة باعتراف صانعتهم تبور إذن القضية هؤلاء الحكام لا علاقة لهم لا بالدين ولا بالوطن ولا بالماء الطائفة ولا بالماذة ما عندهمش علاقة علاقتهم أنهم يبقوا في الحكم وأصبح بقاهم في الحكم أن يكونوا وكلاء وعملاء خرجنا حتى من الفترة تاعة الستينات والسبعينات وإلى حد ما الثمانينات اللي كانوا فيها الحكام طغات ولكنهم لم يكونوا خونام كانوا مجرمين ولكنهم لم يكونوا عملاء كانوا مفسدين في الأرض ولكنهم لم يكونوا وكلاء لقوى الاستعمار الآن جمعوا حكام اليوم على استثناءات قليلة يجمعون ما في حكام الستينات والسبعينات من فساد وطغيان واستبداد زائد الخيانة والعمالة والارتزاق وقهر الأوطان وخنق الشعوب